تعد الطماطم غذاء خارق تعد الطماطم من أكثر الخلوات شعبية بعد البطاطا والخص والبصل لها فوائد عديدة تحتوي على الكاروتينات التي تحمي العين من الأضرار الناتجة من الضوء تحافظ على ضغط الدم وغيرها العديد من الفوائد لقد خصصنا هذه الحلقة لنعرض أهم الفوائد التي تحصل عليها الحامل من تناول الطماطم أثناء الحمل تحتوي الطماطم إلى جانب الفيتامينات على عناصر مغزية منها المعادن الحيوية والكاربوهيدرات والألياف وحمض الفوليك والبروتينات فهي بذلك تحتوي على العناصر الغذائية جميعها التي تحتاجها الحامل أثناء الحمل والطماطم مصدر جيد للكاربوهيدرات فيتحتوي على ما يقارب 30 سعرة حرارية حيث أن الكاربوهيدرات مهمة لتوفير الطاقة أثناء الحمل والتي بدورها تساعد النساء الحوامل في التخلص من الخمول الكاربوهيدرات تحفز من عمل الجهاز الهضمي على نحو أفضل كما تساعد الجنين في النمو بالشكل السليم وهي مصدر للفيتامينات حيث أن حبة واحدة من الطماطم متوسطة الحجم توفر 40% من الحاجة اليومية من فيتامين جيم وما يصل إلى 20% من فيتامين ألف وفيتامين جيم يساعد في امتصاص الحديث في حين أن فيتامين ألف يقوي جهاز المناعة ويحارب الالتهابات ويساعد في إصطاح الأنسية بعد الولادة تحتوي الطماطم على بيتامين كاف الذي يمنع فقدان الدم ويقلل من خطر النزيف إن الطماطم غنية أيضا بالألياف الغدائية هذا يضمن وجود نظام صحي وهضم أفضل تحتوي الطماطم على مضادات الأكسلة في تحتوي على الليكوبين وهو مضاد أكسلة قوي ويحمي من تلف الخلائية وتسمم الحمل والتشوهات الخلقية عند الأطفال إن الخصائص الطبيعية المطهرة للطماطم تساعد في محاربة الجراسيم والحماية من الأمراض المعدية هذا يجعلها مفيدة بشكل خاص للحوامل كما تحتوي على حمض النيكوتينيك الذي يخفض نسبة الكوليسترول السيء والدهون السلاسية ويحسن أداء وظائف القلب ويحافظ على صحة القلب أثناء الحمل كما تتخلص الطماطم من سموم الجسم عن طريق تنقية الدم وتحسين الدورة الدموية كما تحتوي على حمض الفوليك الذي يمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الجنين وغيرها من العيوب الخلقية المرتبطة بجهاز الأعصاب إن الطماطم غنية بمضادات الأكسلة وهي تحتوي على نسبة عالية من مركب اللايكوبين وهو مركب نباتي يرتبط بتحسين صحة القلب والوقاية من السرطان والحماية من حروق الشمس وهو جزء مهم من النظام الغذائي الصحي لكن يجب الانتباه عند تناولها عن طريق الأشخاص الذين يعانون من الحساسية حيث أن حساسية الطماطم بشكل عام هي نادرة إلا أن الأفراد الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح العشبية أكثر عرضة للإصابة بحساسية الطماطم هذه الحالة تسمى متلازمة حساسية حبوب اللقاح أو متلازمة الحساسية الفماوية فهي متلازمة الحساسية عن طريق الفم يهاجم جهاز المناعة بروتينات الفاكهة والخضروات التي تشابه حبوب اللقاح مما يؤدي إلى نشوء الحساسية مثل الحكة أو الشعور بخدش في الحلق أو تورهم في الفم لذلك يجب الانتباه عند تناول الطماطم وظهور أي أعراض ومراجعة الطبيب عند ظهور تورهم في الفم أو الحلق من المهم اختيار الطماطم المناسبة للاستفادة من الفوائد التي تقدمها فعليك اختيار الطماطم الحمراء الزاهية التي بدون كدمات أو عيوب أو بقع سوداء لا ينبغي أن تكون الطماطم طرية أو قاسية اختار الطماطم الأسقل والأكثر كسافة لأنها مليئة بالعصير يمكن معرفة الطماطم الأفضل عن طريق شم الجزع إذ يجب أن يكون حلوا وقويا وطرابيا بشكل مثالي ولا يعد من الآمن تناول الطماطم المعلبة لأنها عرضة للنمو البكتيري مما يسبب التسمم الغدائي والالتهابات البكتيرية الأخرى ووفقا للحكايات القديمة فإن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحامضة مثل الطماطم يمكن أن تشير إلى الحمل بصبي ومع ذلك هذه مجرد خرافة ومعلومة ليست موثوقة ترجمة نانسي قنقر